يعني هذا تحرك جيد الحقيقة يعني بس ماذا تتوقع منه بحكم خبرتك؟ أنا هقول لحضراتك لما احنا على سبيل المثال لما فشل مجلس الأمن في توصول القرار بسبب فيتو الأمريكي طبعا فإحنا كان رد في إعلامنا مباشر وعبر وسائل الإعلام كمان اللي جانب دعا يعني تقاردنا وبيانتنا هو ضرورة دعوة جمعية العامة للأمم المتحدة لنعقابه بشكل عاجل سواء في إطار فكرة قرار الجمعية في 2017 عندما يستخدم فيتو في مجلس الأمن فأمامها فرصة عشر أيام لمناقشة هذا التحدي اللي يمس السلم والأمن الدولي اللي هو دور مجلس الأمن أصلا الشيء الثاني أنها تتصرف بموجب مبدأ الاتحاد من أجل السلام اللي هو تطبق في الخمسينات في الأزمة الكورية في قناة سويس على سبيل المثال في أزمة السويس الانسحاب من أجل السلام الاتحاد من أجل السلام الاتحاد اللي موجبه الجمعية العامة تتصرف بموجب صلاحية مجلس الأمن يعني القرار بتاعها يبقى قرار ملزم يعني معنى هذلك أن يصدر قرار من مجلس الأمن ملزم لا ما هو مجلس الأمن لما يفشل يبقى جميع العامة لها الحق لموجب صيغة الاتحاد من أجل السلم إنها تصدر قرار ملزم طب عندما تصدره سيكونه ملزما القرار ملزم هل حركت بشكل وقاعي هل نتخيل أنه قرار صدر من الجماعة العامة لأمم المتحدة سيكون ملزما لإسرائيل هو قرار ملزم لإسرائيل والقرار كان سبب بعد صدوره لأنه صدر بغربية 120 دولة بالمناسبة ومعارضة 14 فقط يعني فيه حوالي 45 اقتنم على التصويت هذا القرار أصبح قيد على الحلفاء الغربيين لإسرائيل أصبح يمثل عليهم قيد بالنسبة لهم ومشكل عليهم حرج على المستوى الدولي أنتوا بتنصبوا نفسك أوصياء على الآخرين في مجال حول الإنسان وبتعتبروا نفسك دولة نموذج رائدة في مجال حول الإنسان وهذا الكلام كسب في الأساس وإحنا عارفين أنه كسب بس منكوا تدعوا ذلك وروانا هذا الكلام فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية طبعا هم الغاية دلوقتي تراجعوا إلى حد ما في تبني الروايات الإسرائيلية بشكل ما بدرجة نسبية طبعا بعضهم تراجع كثير بعضهم لم يتراجع بشكل كبير زي الولايات المتحدة على وجه الخصوص يعني فده معناه أن احنا أمام يعني تحرك في هذا الاتجاه وأنا بعتقد أن التصعيد الإسرائيلي في العدوان لدرجات أعلى من وقت من 6 نوفمبر هو الهدف منه إحداث أكبر إنجاز عسكري في تصورهم أو في خيالهم مريض يعني ممكن قبل الاضطرار لوقفة أطلق النار لأنه المسألة أصبحت النهاردة مسألة وقتة بالنسبة لهم أنهم يجبروا على أقفة أطلق النار أن يجبروا الحالفات الغربيين على أنهم ما عندهمش وقت كفاية يبرروا به لا قدام شعوبهم ولا قدام العالم تصرفاتهم غير المسؤولة المسؤولة لشمئزاز أصلا بالفعل وإحنا شوفنا إزاي التهمات كتير أول وجهت للناس بارتكاب جرائم وتم الاعتذار عنها والتراجع عنها بعد كتر وهذا التراجع إحنا مهم أنه يستمر بس المهم جدا في الاستمرار ده هو موقف عربي موحد قبل هذا الموقف العربي الموحد أنا بسأل حقيقة سؤال بشكل واقعي الآن على الأرض الفلسطينية يحدث نوع من أنواع التهجير القصري لسكان غزة إلى الجنوب الجنوب لن يستوعبهم في النهاية لا ستتوقع لا طبعا إحنا عارفين ومتطلعين على خطة تسانيوهات تهديدات متعمدة بتكلم معنا إلقاء أزمة غزة على مصر وإبعاد مخطط ترانسفير للفلسطينيين في الضفة إلى الأردن ده كلام موجود من 2007 ومصر قالت أن في ذلك إنهاء للقضايا الفلسطينية آه طبعا ده يعني قضايا قضايا الفلسطينية والفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة بالمناسبة 70% من لاجئين 48% فهم جربوا النجبة والتهجير القصري قبل ذلك ومعندهمش استعداد يقرروا هذا الموضوع بالمرة الشيء الآخر طبعا اللي احنا فاهمينه إنه لما يكون عملات القصف الإسرائيلية بتتم بالشمال والشمال والشارك والشمال الغرب يعني هي بتدفع تلقائية الناس في تحرك بعد تحت الجنوب ثم جاب عليك التهديات الواضحة والنهائية ثم جي كمان ترحي سيناريوهات على قضايا المصرية هنا فيما يتعلق طب نخدهم فترة وبعدين النوجة وإحنا هندعم ونوفر فلوس ونشيط ديون ونعمل ونساوي وحاجات زي كلا وده موقف مشرف لقضايا المصرية فهي رفضة هذا وبه إدراك الحقيقة جيد للقضايا الفلسطينية بشكل عامل يدركون أنهم مرحبينهم من أشقاء لكن هذا خطر كبير جدا عن قضايا الفلسطينية في إنهاء للقضايا وبالتالي يؤدي إدعاء القضايا ويمكن حتى عشان كده سيد الرئيس لما قاهل فكرة طب نوعيز تودون النجب كان هو بيكلم بجدية طبعا هو كان بيفكك المنطق الغريب اللي تروح بيه هذا الموضوع فكرة طب أنا محتاج أخرج المدنيين عشان ميدروش لحد ما يخلص على الحماس يعني أشياء مدشة جدا خيال مريض في الحقيقة وإحنا بنتكلم على حكومة من اللونة تكسل حمقة يعني واحد بيتكلم على ضرب كنبلة نووية واحد بيتكلم على حرب دينية واحد بيتكلم على حيانات بشرية يعني إحنا كمان لو شفنا شوية رجعنا وراء في سبتمبر في سبتمبر ناتنياهو لما رفع الخريطة بتاعة إسرائيل والمتابعين معها في المنطقة في جمال عامل خريطة إسرائيل كانت تضم الجولان والقدس والضفة وغزة إذن هذه هي النية الحقية لهذه الحكومة من الحمقة والمجانين الشيء الآخر لما نشوف سموتريتش وزير المريا بتاعه المتصرف اليميني الديني كان في باريس بعدها بأيام فبيقول لا إحنا الخريطة قدامه عرضها بيقول لا إحنا يعني سنخلي غزة والضفة وسنبعد كمان فلسطين 48 نفسه اللي عندهم مواطنة إسرائيلية المفروض فإحنا بنتكلم على ناس صغير مسؤولين ده يخلينا نفكر هل الإدارة الأمريكية وصلت من الحمقة لهذه الدرقة عشان تسيب مصير السلم والأمن الدولي اللي ممكن ينفجر عالميا في كل حتة مش منطقة بس في إيد مجموعة من الحمقة والمجانين ده شيء في الحقيقة يعني حتى لو بنكلم عن مصالح لابد من الحفاظ عليها واشياء زي كده بس إزاي نسيب مصير السلم والأمن الدولي في إدنى الزي دور